اشتركوا في القناة لسان حالهم يقول اليوم اربعاء فلا تاخذون فما حقيقة هذا اليوم هناك ثلاث روايات الاولى عمدوا الى تصنع الجنون خشت اقتحام جيش المغول للمدينة فتراجع المغول عنها وزحفوا الى غيرها من المدن خوفا من انتقال عدوى الجنون لهم ولكن سكان المدن المجاورة قالوا ان اهل حمص قد جنوا جميعا الرواية الثانية من عادة المسلمين ان يصلوا الجمعة ثم يقوموا بالغزوات والحروب لكن اهل حمص اضطروا لخوض حرب دفاعية يوم الاربعاء فصلوا صلاة الجمعة يوم الاربعاء وبعدها ذاع صيط غرابة افعال الحماصنة الرواية الثالثة احتفال احد ملوك حمص القدامى في يوم الاربعاء مع وزرائه وشعبه لتجتمع هذه الحكاية مع ما سبقها من احداث ويكون يوم الاربعاء بمثابة عيد للحماصنة اشتركوا في القناة